اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشريكين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين إنك على كل شيء قدير اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خطايانا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا اللهم اجعل جنة الفردوس مثوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في عوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروما اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم فاجمعنا معهم في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنث اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت أعلم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد